من منا لم تدرح النائبات على غلال أيامه وما حصيل عمره ومن منا لم يتقلب أرقا على أشواك الوسادة وقتاد الفراش يذرف دموع الألم ويطلق عنان الآهات على فراق حبيب أو صديق أو قريب وكم أطفأت رياح الليالي شموع الأمل في قلوب الحالمين وكم ضاق الأفق أمام أحصنة الخيال وسافرت الآلام خنجرا في خاصرة المعذبين وكم حجبت الغيوم نور الشمس فانتشر السقيع في أوصال الجسد المهزوم ولأنه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان فالنوائب تكشف معادن البشر ففي أيام الرخاء كل الناس على حد سواء يضحكون ويمرحون ويوزعون الابتسامات كفراشات تبعث بمشكات الأرواح ولأن الصبر لا يكون إلا عند الصدمة الأولى لذلك يتميز البشر وتختلف ردات الفعل من شخص لآخر فيبقى البعض كالطود الشامخ لا تهزه الرياح ولا تفقده المصائب توازنه ويكون للعقل الكلمة الفاصلة والبعض الآخر تنهار أعصابه ويفقد صوابه ويخرج عن طوره فيصبح كريشة في مهب الريح وهناك فئة تكون كالأغصان تميل مع النسيم قد تتجرد من الأوراق ولكنها لا تنكسر فتعود لتورق من جديد بعد أن تهدأ العاصفة فما الذي يؤثر على طبائع الناس ويجعل ردات الأفعال مختلفة بينهم هل هي الثقافة أم التربية أم هو مؤشر الإيمان بقضاء الله وقدره في قلوب الناس والسير على نهج قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وهل ردة الفعل فطرية متأصلة في النفس أم أنها مكتسبة تأتي مع المراس والتدريب أسئلة كثيرة تحتاج إلى بحث بتدبر وإلى وقفة تأمل